و لما اكتمل البدرو اختفى النجم ده العنوان العريض لحلقة الليلة فيها الكثير من التفاصيل فيها اللي حضر العفريت المغربي اللي قضى على كل العنوان ده كانت تساؤل الحلقة اللي فاتت هل يكتمل البدر؟ تسألنا الحلقة الماضية هل يكتمل البدر فيختفى النجم؟ اكتمل البدر واختفى النجم و لما اكتمل البدرو اختفى النجم مجلس دارة النادي الأهلي قرر مضاعفة مكافآت أبطال الأهلي نجوم هذه المباراة اللي تأهلوا بالفريق لنهاء دور الأبطال يمكن المكافأة كانت مكافأة البلوغ للمباراة النهائية 40 ألف جنيه تقرر مضاعفتها إلى 80 ألف جنيه لكل لاعب لمزيد من التحفيز على المضي قدما نحو استعادة اللقب القر المرموق بإذن الله بدأ الأهلي من بعد صفارة الحكم الجنوب أفريقي مبارح الترتيب وبسرعة في كل الانتجاهات لمباراة الزهاب للدور النهائي اللي حتكون مع الوداد البيضاء والمغربي كان المفروض معادة من قبل الكاف السبت القادم الأهلي أرسل خطاب للاتحاد الأفريقي بيطلب تأجيل المباراة أو إقامتها يوم الحد اللي جاي إن شاء الله اللي هو 20 شمس أيضا المدير التنفيذي للنادي باشموندس بعت للجهات الأمنية بيطلب زيادة عدد الجماهير المسموح بدخوله في المباراة القادمة إلى 70 ألف ومتفرج إن بارح كان مسموح ب50 ألف النادي الأهلي بيطلب الزيادة كمان 20 ألف عشان تكون الساعة 70 ألف لأنه قد إيه كان الحضور الجماهيري مؤثر ورائع كل اللي حصل في المباراة دي أد جماله وأد روعته بيدعم الرسالة اللي أنا بقولها لما الجمهور وهو في نفس المسار والطريقة الذي حدثت فيه هذه الفجاعة قبلها بيوم غير مبالي يذهب ويسافر ويخود في الطرقات في هذا المسرح واستطيع الأمن رغم ألامه والأعبال عليه أن يؤمن ذهابه معاودته دون أن يكدرها حادثة واحدة وبعدين أما يخشوا بكامل طاقتهم شفت الشارات الحداد اللي أطلقها الألترس بادرة جديدة غير مسبوقة تقدير متبادل بفطرة الشعب المصري اللي لما يخلص من الصغائر الجوهر الحقيقي يظهر وشفت يتعاون الأمن أن يسهلهم الدنيا يخش بهدوء ويأمنهم وهم خارجين بهدوء رغم الزخم والزحمة وكل حاجة على أي حال هناك لحظات توحد الناس وتواحد الشعوب ونحن في هذه اللحظات نتماسك أقوى وأفضل شرائق سوداء شوف يا جماعة اللقطة اللي أنتو شايفين هدي بكل البطولات بكل البطولات بجد لأنه كون أن الشعب وجمهور الألترس منه بالتحديد عنده مشكلة أمنية عنده صدمات متكررة مع رجال الشرطة سبب رئيسي لتوتر العلاقة غياب الجمهور عن المدرج بسبب هذه الجماهير والعلاقة المتوترة لفترات طويلة مع رجال الشرطة أن يحدث هذا التلاحم وهذا الدفء في العلاقة وجمهير الألترس هي اللي تحس بوجع الشرطة وجمهير الألترس تحس قد إيه أبطال الشرطة كانوا شهداء هم بيدفعوا عن هذا الوطن لغاية النفس الأخير فتكون هذه الملحمة الشعبية الرائعة جدا اللي بيعبر فيها جمهور الآلي والألترس منه بالتحديد لأن ده المدرج بتاع تلت شمال أول ما هذه اللقطة ظهرت كل اللي في الأستاذ مبارحة بشموند السقف لأنه إيه الوعي الوطن الرائع ده إيه تغيره اللي بيحصل ده إيه تغيره اللي بيحصل ده مش تغير إيه مفاهيم الجديدة اللي بتحصل ده مش تغير ده ده المكنون الحقيقي اللي جواه الصورة الحقيقية اللي بدأت تظهر بعيدا عن لا لخادي ياما بطولات بس أن تكون هذه البطولة سببا في إعادة الدفء أو عودة الدفء الدفء الطبيعي في العلاقة الشعبية الأمنية دي مسألة في منتهى الأهمية والتأثير على مجريات الحياة في الوطن كله على حركة المجتمع كلها لأنه الشرطة بإذن الله تعالى ستنتصر ومصر ستنتصر بس سبب رئيسي من أسباب التعجيل بالانتصار هو التلحم الشعبي هو مساعدة الشعب للشرطة والجيش في القضاء على هذه الفلول الشريرة فبالتالي إن يكون في هذا المشهد مبالع في هذا اللقاء أعتقد ده تغير نوعي رائع جدا علينا إن احنا نبني عليه إنت أخذت بالك من حد يا أستاذ إبراهيم ما فيش حدثة واحدة ما فيش شكوى واحدة الناس وعياها بمسؤولية التدفق اللي خمسين ألف لحد اشتكى من حاجة لحد تبرم من شيء لفيه معاملة سيئة على الأبواب لفيه أي تفتيش بالعكس الجمهور مارس دوره في مسندة فرقته بكل الحماس والوعي والحب ولما عبر عن واجعه وقلمه لضحايا الشرطة عبر بكل هذا التأثير الرائع وأنت أستاذ إبراهيم فيه نقطة الناس لازم تتنبه لها هي المواجهة مش كانت في أوكار الإرهاب صحية وكان متحسبين أن يعني كانوا يقدروا ينتظرون لما يخرجوا تخيل دول لو تسللوا إلى عمق المجتمع المصري كانوا عملوا إيه أنا بس إيه يعني كان مرمى البصر يعني الحاج في الجيزة أنت مش في العريش ولا في سينة ده أنت بتكلم في الجيزة يعني الحطر قادم اقترب اه طبعا إذن الناس رايحة حتى الأفواج اللي راحت بعدين معارفين إن فيه هذا حرب هذا حرب صحيح حرب يا ناس أنتوا مش حاسين أننا في حرب اي إحنا نحارب بالزبط على أرض مصر بنحارب وخلي بالك إن الدنيا كل أعمالها تهدى هنا وهنا على حساب السخونة اللي هتبقى عندنا هيروحوا فين هيجروا كده ويجروا كده ويجروا كده أنا في الآخر الناس دي فعلا بتؤمن حياتنا مش بهزار يعني هما لما بيروحوا على الحدود يواجهوا الخطر ويقدروا انتظروه لما يخش عندك لكن لا والله كل شاب من دول تشوفوه يا سلام على الرجولة وسلام على العظم ويا سلام على التدريب صحيح صحيح ونطلع ننظر ونتكلم والتأثير ومش التأثير وإحنا عادين في مكاننا لا عندنا معلومات ولا عندنا خلفية ولا الخصة آه زعلانين آه ممكن بحسن نية على فكرة أنا مش بتاهم الناس لكن إحنا خلاص خدنا زي المدرب بيشتغل ننظر عليه لعيبت مين وما لعيبتش مين ولعيبت مين ويبقى بيكسب وعمل يكسب ولسه بيجلد